إحراز أي تقدم في ملفي التهدئة مع الكيان الصهيوني والمصالحة بين حركتي فتح وحماس لا يزال رهن مباحثات الأسبوع المقبل التي ستطلقها مصر في كل من القاهرة ورام الله ويمر كل الملفين بأزمة في ظل الظروف المعقدة داخليا والضغوط الخارجية وارتباط كل منهما بقضية مختلفة فالمصالحة بالدرجة الأولى ليس لها ارتباط مباشر بالتهدئة لكن في الحالة الفلسطينية والاحتراب الداخلي جرى ربطهما سويا وبكل الأحوال فإن التهدئة كانت قاب قوسين أو أدنى من التحقق قبل عيد الأضحى لكن رفض حركة فتح لها بالشكل الذي عرض عليها أجلها ولم يعطلها حيث ينتظر أن يزور وفد مصري رام الله في الأيام المقبلة للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل ذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعلن أن حصار غزة هو قاب قوسين أو أدنى من النهاية غير أن القيادي في الحركة صلاح البردويل كان أقل حماسا قائلا أنه لا تبدو ملامح كسر حصار غزة قريبة إلى حد التفاول ويبدو من حديث البردويل أن المباحثات لا تزال صعبة أو أنه لا يريد رفع سقف التوقعات كي لا يزدم الفلسطينيون بواقع مختلف أما المصالحة المتعثرة منذ الانقسام وعشرات الاتفاقيات التي لم تطبق فتمر بظروف قاسية إذ أن كل طرف يتمسك بما يراه مناسبا له فحماس أبلغت جهاز المخابرات المصري بتمسكها بالورقة المصرية الأولى للمصالحة التي أعلنت في وقت سابق القبول بها بشكل كامل قبل أن تقدم مصر ورقتها المعدلة بناء على طلب من حركة فتح والورقة المصرية هذه رفضتها حركة فتح بشكل غير مباشر كما أن مصر استجابت لها وعدلتها لتعود حماس وترفضها وظل الأمر حبيس هذين الرفضين حتى اليوم في انتظار ما ستأول إليه مباحثات الأسبوع القادم